انهاء المظاهر المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة مبادرات تبنها قادة بعض الاحزاب الاسلامية والفصائل المسلحة لابعاد شبح عسكرة المجتمع ولاقت ردود افعال مختلفة فالبعض عدى خطوة مهمة لبناء الدولة المدنية بعد انتهاء الحرب على داعش ولابد ان تقابلها مبادرات من الحكومة بدمج تلك الفصائل في مؤسسات الدولة ومنها الامنية لابد من دمجهم دمجهم في دوائر الدولة دمجهم في مؤسسات معينة دمجهم مع الجيش العراقي مثلا يعني لابد وإلا ما ممكن تتركهم سائبين لأنه دولة ايضا هم بعدهم رواتب وعدهم عوائل نزع المظاهر المسلحة من الفصائل بعد سنوة طويلة وما اعطت لها من رمزية للقوة والسيطرة ليست سهلة التطبيق على الواقع مباشرة وانما تحتاج إلى وقت ترافقها حلول واقعية برأي ناشطين مدنيين عملية التخلي عن السلاح ليست بالأمر الهيئ لا على المستوى الأفراد ولا على مستوى الجماعات لأنه حمل السلاح يمنح قوة للمجموعة أو للفرد ومثل هذه القوة ليس من السهولة بالمكان التخلي عنها وبالتالي هذا يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى عمل جماعي العودة إلى الحياة المدنية بعيدا عن حمل السلاح في الشوارع والمدن له انعكاسات إيجابية مستقبلا على المجتمع العراقي بوصف مواطنين شريطة أن لا تكون تلك المبادرات مجرد كلمات دون تنفيذ وتدخل في الدعاية للانتخابات المقبلة يوجد السلاح فقط للحالات الضرورية كالانتقاط الأمنية ولا بأس فيها الحدود أو المراكز الأمنية وإن دخلوا انتخابات فأنا أعتبرها دعاية إن دخلوا انتخابات إن صدقوا في أنهم يدخلون انتخابات لكن أنا أفضل أن يكونوا فعلا من شرائح المجتمع العراقي لكي يكونوا بالصورة اللامعة ويرى مراقبون أن مواقف قادة الأحزاب الإسلامية والفصال المسلحة تعطي دعم لحكومة العبادي وترصن موقفها في المحافل الدولية زياد نهادة الحرة بغداد